بعد أن قطعت كورونا أوصار العالم على مدى أكثر من ثلاثة أشهر تعرض قطاع الطيران في كل العالم إلى نكسة كبيرة أدت إلى تعطيل كل المشاريع التنموية وأحالت آلاف الموظفين في هذا القطاع إلى عاطلين عن العمل ليس هذا فحسب بل توقف التبادل التجاري عن طريق الطيران في عدد كبير من الدول وهذا ما ولد خسائر قدرت بالمليارات والعراق واحد من تلك الدول فهو يعاني من خسائر في قطاع الطيران في الظروف الطبيعية وجاءت الأزمة لتزيد من تعثر هذا المرفق المهم ناهيك عن حرمان العراق من أموال الترانزيت الذي يعد خطا مميزا للمروه يشكل عائدات مالية مهمة قد تفيد العراق في هذه الأزمة المالية وبعد أن تفشى الفيروس ووصل إلى مراحل متقدمة وعجز النظام الصحي العالمي من إيجاد علاج بادرت شركات الطيران العالمية إلى محاولات إعادة فتح الطيران وفق إجراءات صحية تسهم في منع انتقال الفيروس بين المسافرين وهذا ووفق مختصين أمر لا بد منه في مثل هذه الظروف فالعلاج الحقيقي للأزمة يكمن في التعايش مع الفيروس ونشر ثقافة التعامل مع الجميع على أنهم مصابون لتفادي انتقال الفيروس ووسط هذه الإجراءات يتساءل الكثير هل سيحذو العراق حذوى شركات الطيران العالمية ويفتح أجواءه ويعيد تسير رحلاته